بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات التعليم المستمر حياكم الله في لقاء متجدد في مادة الوقت في درس من دروسها من هذا الفاصل الدراسي الثاني طلاب الصف الثاني حياكم الله في هذا الدرس الذي أخذناه وبدأناه في الدرس الماضي وصلنا إلى الجزء الثاني منه كما يظهر أمامكم بارك الله فيكم وهو أنواع الفعل كما أخبرتكم هذا هو الجزء الثاني من أجزاء درسنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم كما أخذنا يا حبتي بارك الله فيكم لاحظنا الجمل وقرأناها وتعرفنا مثلا كلمة شاهد أكل نصح وحافظ ميزنا أنها تدل على ماذا تدل على عمل يعمل وتسمى الكلمة التي تدل على عمل بماذا نسميها فعلا وهذه الأفعال أو هذه الكلمات شاهد أكل نصح وحافظ وقعت في أي جزء من أجزاء الجملة في بداية الجملة أحسنتم إذن وسمينا الجملة التي ابتدأت بالفعل جملة فعلية واستنتجنا بارك الله فيكم التالي أن الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل تأملوا معي بارك الله فيكم هذا الجدول لاحظوا الجدول هذا ينقسم إلى عدة أقسام تأملوا معي في الآلة هذا هو القسم الأول الكلمة لدينا هنا مجموعة كلمات كما تلاحظون هذه الكلمات التي قرأناها في الدلس الماضي شاهد أكل أحافظ وهذه الكلمة التي أضيفت سأتناول وهنا العمود الثاني نوع الكلمة ما نوعها وهنا زمن الفعل زمن الفعل متى وقع هذا الفعل هل وقع في السابق أم الآن يقع أم لم يقع حتى الآن سيقع في المستقبل ونوعه ما نوع هذا الفعل على حسب زمنه وكذلك ما حركة الحرف الأخير التي أتت عليه نأخذ مثالا أول يوضح لنا الفكرة الكلمة هنا هي ماذا مكتوبة لدينا شاهد نوعها ما نوعها شاهد نوعها فعل لاحظوا شاهد زمن الفعل ما هو زمنه لاحظوا هذا السهم يدل على الزمن ولاحظوا هذا التقاطع هنا يدل على الوقت الحاضر فما قبله يعد من الماضي وما سيأتي بعده يعد من الأشياء المستقبلية فهنا شاهد 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 لاحظوا شاهد شاهد ما تحدث هذا الفعل بارك الله فيكم في الماضي فنكتب هنا يا حبتي زمن الفعل زمن ماضي ونوعه يا حبتي حسب زمنه هو فعل ماض يسمى ماذا فعل ماض لماذا لأنه وقع في الزمن الماضي فيسمى فعل ماض وهنا يا حبتي نستكشف أحد أنواع الفعل التي سوف نأخذها بمشيئة الله ما حركة الحرف الأخير نعود إلى الكلمة هذا هو الحرف الأخير حركته ما هي الفتحة إذن الفتح حركته هي الفتح نطبق يا حبتي على هذه الكلمة أكل ما رأيكم فكروا معي أكل ما نوع الكلمة أحسنتم فعل نوعها فعل زمن الفعل هذا أكل هل لا زال يأكل أم أنه انتهى من أكله أحسنتم انتهى إذن زمن ماض ماض إذن نوعه ما هو نوعه هذا الفعل الذي حدث في الماضي نسميه فعل ماض حركة الحرف الأخير ما هي بارك الله فيكم أحسنتم الفتح الفتح أحسنتم لاحظوا الكلمة الثالثة أحافظ أحافظ فعل نعم حدث أحافظ هل انتهى من حاولته أم أنه يتحدث عن وقته الحاضر الآن أحافظ أنا أحافظ على صحتي أحافظ أحسنتم لا زال يحافظ إذن فعل حاضر في الوقت الحاضر الحالي إذن الفعل الذي يقع أو الذي يحدث في الوقت الحاضر نسميه ماذا أحسنتم نسميه فعل مضارع كما يظهر أمامكم حركة الحرف الأخير هي الضمة رائعون يا حبتي بارك الله فيكم ننتقل إلى الكلمة التالية والأخيرة سأتناول سأتناول ما نوع الكلمة هنا هل هي اسم أم فعل أم حرف أحسنتم فعل بارك الله فيكم حسنا زمن الفعل هذا سأتناول سأتناول هل انتهى من الفعل أم أنه يفعله الآن أم في المستقبل سوف يفعل هذا الفعل سأتناول سأتناول هل تناول وانتهى أم أنه الآن يتناول أم في المستقبل أحسنتم بارك الله فيكم في المستقبل إذن الفعل الذي يكون كذلك في المستقبل نسميه ماذا نسميه كذلك فعل مضارع نسميه فعل مضارع حركة الحرف الأخير هي الضمة إذن يا حبتي لاحظوا بارك الله فيكم وتأمننا في الجدول هذا أن الأفعال التي أتت لدينا هنا وهو ما يهمنا في هذا الدرس كما هو يا حبتي هنا أنواع الفعل أن الأفعال حسب نوعها أتت تعرفنا الآن على كم نوع على نوعين النوع الأول هو الفعل الماضي والنوع الثاني هو الفعل المضارع الماضي والمضارع كما أخذنا سويا حسنا يا حبتي بعد تأمل الجدول اكتشفنا التالي الكلمات شاهد أكل أحافظ سأتناول كما قلنا هي أفعال لأنها تدل على أحداث الأحداث هي ماذا شاهد الحدث هو المشاهدة أكل الحدث هو الأكل وأحافظ الحدث هو المحافظة وسوف أتناول أو سأتناول الحدث هو التناول الأمر الثاني أن الفعلين شاهد وأكل يدلان على حدثين هما المشاهدة والأكل حصلا في أي زمن في زمن ماض فهما فعلان ماضيان شاهد أكل وأن الحركة الحرف الأخير فيهما هي الفتح كما أخذنا ونلاحظنا كذلك أن الفعل أحافظ يدل على أن المحافظة حدثت في أي زمن أحسنتم في الزمن الحاضر فهو فعل مضارع وأن حركة الحرف الأخير كما لاحظنا في أحافظ هي الضمة الضمة أما الفعل سأتناول يدل على أن التناول حدث في أي زمن لم يحدث حتى الآن سيكون في زمن التكلم في المستقبل فهو فعل مضارع يا حبتي كذلك وأن حركة الحرف الأخير كذلك منه هي الضمة كما لاحظنا إذن إذن يا حبتي تعلمنا أشياء مهمة جدا وتهمنا كذلك في أهداف درسنا وهو أنواع الفعل أولا الجملة الفعلية ما هي أحسنتم بارك الله فيكم هي الجملة التي تبدأ بفعل الجملة التي تبدأ بفعل نسميها جملة فعلية كذلك بارك الله فيكم لاحظنا سويا الأمر الثاني تعلمنا الفعل الماضي ما هو الفعل الماضي رأيكم أريد أن أسعى منكم فعل ماضي ما هو لاحظوا أول شيء فعل ما هو فعل هو حدث حدث في أي زمن بارك الله فيكم زمن ماضي وألامته ما هي الحركة الأخيرة من نذكر الفعل الماضي أحسنتم بارك الله فيكم الفتحة إذن هو ما دل على حدوث حدث في الزمن الماضي قبل زمن المتكلم قبل زمن التكلم والحركة التي تظهر على الحرف هي الفتحة بارك الله فيكم كذلك يا حبتي رقم ثلاثة تعلمنا الفعل المضارع كذلك يا حبتي الفعل المضارع فعل مضارع ما هو الفعل المضارع أحسنتم حدث حدث في أي زمن هذا الحدث في أي وقت أحسنتم هو حدث يحدث في الوقت الحاضر أو المستقبل وعلامته هي أو حركته هي ماذا أحسنتم هي الضمة حركته هي الضمة إذن ما دل على حدوث حدث في الزمن الحاضر أو المستقبل والحركة التي تظهر على الحرف الأخير منه كما في الأمثلة لاحظنا هي الضمة حبتي بارك الله فيكم أريدكم أن تفكروا معي وأريدكم أن تطبقوا وتستخدموا أنواع الفعل التي أخذناها في هذا الدرس أخذنا فعلا ماضيا وأخذنا فعلا مضارعا أريدكم الآن أن تعطوني مثالين مثال في الزمن الماضي ومثال في الزمن الحاضر جملة تبدأ بفعل الجملة الأولى تبدأ بفعل ماضي الجملة الثانية تبدأ بفعل مضارع هيا بنا الجملة التي تزيد بفعل ماضي فكروا معي ماذا نقول دعونا نختار حدث من الأحداث المشاهدة استخدموا هذا الحدث المشاهدة أريدكم أن تعطوني فعلا ماضيا عن المشاهدة وفعل مضارع عن المشاهدة في جملة مفيدة مشاهدة ماضيا ماذا نقول أحسنتم شاهدة أعطوني جملة كاملة شاهدة علي التلفاز شاهدة لاحظتم فعل ماضي حدث حدث في الماضي حسنا المضارع منه ماذا نقول أحسنتم يشاهد علي التلفاز لاحظوا كيف تغيرت الكلمة شاهدة على طول مباشرة لاحظنا شاهدة زمن ماضي يشاهد الآن هو الآن يشاهد بارك الله فيكم يا حبتي لاحظوا كيف أننا استعملنا أنواع الفعل التي تعلمناها في هذا الدرس في أمثلة في هذا في جملة مفيدة نستفيد منها في تعلمنا الحالي وصلنا يا حبتي إلى نهاية درسنا نحمد الله على التسهيل والتسهيل شكرا لكم على تفاعلكم ألتقيكم في الدرس القادم بمشيئة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته